السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا جماعة الخير إن شاء الله الجميع بخير أخوكم محمد أبو حمز جابر عثارات الكرام طبعا اليوم الساعة الآن 2 بعد منتصف الليل وصرنا بيوم جديد الجمعة 17 9.21 ها التاريخ تسجيل الفيديو أخوكم محمد أبو حمز جابر عثارات الكرام يا أخي الكريم إذا كنت تستفيد بالفيديو ولا لا تستفيد صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكسب الصلاة على النبي بيوم هالجمعة يا جماعة الخير فيديو هذا اليوم عبارة عن تجربة أحد الأخوة قدم طلب استرحام من شيء ستة شهور وبتاريخ 16 يوم الخميس يعني قبل العصريات بالساعة 4 تقريبا انتصلوا في إدارة الهجرة أنه تم قبول طلبك طبعا كملكوا أبطل موظف بإدارة الهجرة طبعا حاليا هو الشيب يشرحن وضعه ويشرحن تجربته بالتفصيل الممل أنا حبيت أعمل هذه المقدمة مشان الجميع يستفاد أي شيء يا جماعة الخير يصلني أنا إن شاء الله أنشروا لكم كفائدة يعني على قناتي على اليوتيوب تمام يا جماعة الخير وحاليا مع فيديو الشاب يشرحن يعني بطريقة اللي خبروا فيها البيازين من أي رقم أي ساعة بسبب أبطال كملك والله يزيل خير طبعا أخونا أبو علي ومع فيديو الشاب السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة اليوم أحكي لكم قصة أي قصة الكملك المبطل كيف صارت معي وشي اللي صار معي من تاريخ 2017 من شهر الرابع لحتى تاريخ اليوم شلون صارت معي الكملك المبطل لحد اليوم أنا في 2017 رحت على البيازين كنت أحدث الكملك الموظف صحب مني الكملك أعطي بطال لحتى تاريخ اليوم فنحن يعطينا استعادة للكملك الكملك المبطل عن طريق طلبات الاسترحام قدمنا كتير طلب استرحام لدائرة الهجرة العامة لإدارة الهجرة لبيازيت لسلطان بيلي ما خلينا مكان ما كنا نبعث للوالي إسطنبول نقدم الطلبات نحطها بالظرف نكتب العنوان اللي اسمه والمكان اللي رمعت لها إذا دائرة الهجرة العامة بانقرة ولا هوني بإسطنبول ببيازين سلطان بيلي نحطها بالظرف وبنبعتها عن طريق البيتاتي فأنا مرأة من الاسمه عندما كتبت الطلب الاسترحام طبعا الطلب الاسترحام من عندي كتبته كنت عم أشتغل بمعرض السكرتيرا التركي كتبت لي الطلب أنا كنت عم أحكي لها القصة وهي عم ترجم ليها عم تكتب التركي ورسلت لها اسمه من البيتاتي حضرتها بالظرف وكتبت العنوان الوالي ورسلتها للوالي إما دار 15 يوم أجتني الموافقة من الوالي كمان أجتني على البيت بالظرف فتحت الظرف أنه جيني موافقة روت راجع على البيازيت مشان يساوي معك مقابلة رحت على البيازي صار نهار الثاني صباح عطيتهم الورقة فواتوني للجوة طلعت لفوق المظافة سايت معي مقابلة عشان أخذوا منك الهوية وعلى أساس وعطوا يبطال ومن أمتى وشلون رحت على سوريا وشلون جيد حكينا لها المهم من أول للآخر المهم بصمنا من أول جديد سحبونا الصور من أول جديد بعدين مع 24 ضبطنا أمورنا هونيك قالت لي روح على البيت مندقلك تليفون تلاديش بالطويل يعني تردون لنا خبر قال 40 يوم شهر صار 6 شهور ولسه ما راجعنا خبر ما حكينا نحني ما دقينا لن ولا مرة كنا عم ننتظر والله صار تقريبا قطع 6 شهور اليوم اتصلوا فيني بتاريخ 16 تسعة 2021 يعني اليوم اليوم الساعة أربعة ونصدقوا لتليفون مني دارة الهجرة العامل موظفة حكيت معي قالت لي انت يا محمد محمد لتلا نعم قال بكرة تعطي راجع لنا على البيازيت مشان نفعل لك الكمليك حكينا شوي كمان لتلا اش بتغل وراء اللازمة اش بتكون معا اش بتكون مشان الوراء الاسباتات الدفتر عائلة السورية ترجمة ونوترة تجيبها معك مشان الاسبات يا اما هويتك السورية ترجمة ونوترة تجيبها معك اليوم اللحنا حالنا عن نوتر ترجمنا الهوية السورية نوترناها وبكرة مشان ناخدها معنا اثبات بكرة الصبح ساعة 8 ونصا منكون هونيك وصار معنا شي جديد اخو بعد ما استلمنا الوثيقة مرجع مشاهل لكم فيديو تاني ولمع تلكون ياها وطبعا بشكر كتير اخونا وبحمزة الغالي الزلمة يعني ساعدنا كتير بها الامور الله يكثر خيره يعني الزلمة كان عم يعطينا معلومات يعني عن جات حلوة ومفيدة كمان الزلمة يعطانا كتير يعني حط قدامنا الطريق الشون نسوي والحمد لله لمشي الحال يعني الله يكثر خيره مثل ما عم بقى لكم يا اصدقائي بكرة اذا اصار معي بالبيازيت الصباح بعد ما استلمت الوثيقة مباشرة بجعب اردلكون الخبر وان شاء الله بمشي الحال كل من مقدم طلب الاسترحام وكل من منتظر كلها الاسم وكلها الاسم كمليكو مبطل مشان يعطي الاستعادة كل من مساهم مقابلي ان شاء الله باقصى سرعة بردو له خبر يتصلوا عليه مشان هو كمان يريد يأخذ كمليكو بإذن الله والحمد لله للحمد لله اتصلوا علينا اليوم بكرة سلام الوثيقة وعقبال عند الجميع يا رب كل من كمليكو مبطل وصير معه هيك شي الله يسر له أموره والله يجيزك خير يا ابو حمزة يا أخونا الغالي والله يكتر خيرك يعطيكونا عافية